اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تضطر انك باضطرار انك تبي تبي تشكل شي يختلف حتى على الثورات الثانية وبرضو تضحم النظام حتى النظام لان احنا مشكيف نظام الناس الاخراء او بعدين لما صارت القصة هذه منتفقين احنا قبل فترة من ينثورة مصر والشباب هؤلاء مجموعة وحدة مجموعة تعتبر من منطقة وحدة يعني نفسه بالنسبة للتفكير وكذا فكرنا في الشيء هذا وما طالبناش بأي اصلاح لان الامل من اصلاح نظام القذافي من قطع هذا هو مفترق الشرارة والذي ولدت به شرارة الثورة في قلوب قلة من الشباب بلغوا ثمانية عشر رجلا اعتصموا من اجل مطلب لم يطلب لا في تونس ولا في مصر التين طلبتا الاصلاح اولا هنا طلب هؤلاء الشباب مطلبا واحدا من البداية وهو سقوط النظام والاستقلال هؤلاء الشباب اللي قاموا بالثورة الثورة 17 فبراير على مفترق الشرارة كانت طلباتهم بأول هتاف وهو اسقاط النظام النظام الذي جثم على صدورنا 42 عاما خلال هذه السنوات اللي قاموا بها من ظن واحتكار للسلطة وعدم ممارسة اي نشاط بالنسبة للشباب انا حتى كي جيت للقمع مجيتش بقوة عسكرية جيت بي نفسي ولابست مدني مش عسكري جيت نبي نشوف المظاهرة هل هي سلمية ولا مش سلمية هل هي مظاهرة ليسقاط النظام ام مظاهرة للتخريب جيت ايقنت انها مظاهرة سلمية وانها اول ما نادت نادت باسقاط النظام انا اوراهن اي ليبي اوراهن اي شخص في العالم انها كانت مظاهرة سلمية واول انا نعف شخصيا اول ما قال يسقط النظام قالها طفل عمره ست سنوات ست سنوات ما نقلت لك تولى الثورة في مصر والثورة في تونس كانت اصلاحية في البداية تطورت في يومين او في ثلاثة ايام او في اربع ايام الى اسقاط النظام لكن الثورة في ليبيا بدأت باسقاط النظام من عيل عمره ست سنوات قال ليسقط النظام تجمعت الحشود وصارت في شوارع مدينة البيضة يوم السادس عشر من فبراير ليعلن الشباب من هذه الشوارع مسيرة ثورة البيضاء التي جابت بعد حين كافة ارجاء وشوارع ليبيا وانضم اليها اغلبية الشعب الذي تاق لقول كلمة الحرية فكانت في ثورة السابع عشر من فبراير زي ما تقول كثرة الضغط يفجل يولد الانفجار ويعني بعد ثورة تونس ونجاح ثورة مصر يعني معاش يلقوا فرصة اكثر من هيك الشعب الليبي ما بالك قبل صيف الاسلام معمر القذافي يبي يورث ليبيا صيف الاسلام يعني نحنا نسمع على مصنع خاص شركة خاصة لكن دولة خاصة عمرنا ما اسمعنا عليها يعني كان معمر يبي حولي صيف الاسلام رئاسة ليبيا خميسي بيسلم الكتائب الامنية بقدرة قادر فجأة رجال الامن اتحموا مع شباب الانتفاضة بالاضافة الى ان كل طوايف الشعب الليبي بمختلف فئات من عمرية عند ما شافوا ليحصل كل الناس تنادت لهذا الحدث كحال كل المسيرات والمظاهرات العربية وغيرها قام رجال الامن بالتواجد في مواقع المظاهرات لدواع امنية بالرغم من كونها سلمية لم تحمل السلاح غير السلاح الذي في قلوبها الجريئة التي آلفت بينهم طلعنا على المفترق مظاهرة سلمية وبعدين جاءت قوات الامن واستخدمت معنا العنف واضطرين ان انقاوموا بصدق يعني الثمنتاشة نضموا الناس الاخرى نضموا الناس المنطقة ذكي الحية ذكي كل نضم بالكامل مظاهرة مظاهرة سلمية ظهرت يوم الاربع اللي هو اليوم اللي قبلي وتم التعامل معها بالسلاح مما تم استشهادة اثنين وذلك كانت خطة امتاعي بمجرد ما اتحاقت يوم الخميس كانت اول اوامر بسحب السلاح من جميع افراد الامن وتم سحب السلاح على اساس ان احنا انتعامل مع المتظاهرين في حالة تواجدهم تعمل من بالاساليب المتمع في موضوع المظاهرات اللي هي سوى كانت قناة بالمسيلة للدموع او بالهروات او ما الى ذلك لم تخل المواجهة من الاصابات فكانت المحاصلة وفاة بطلين في اليوم الاول من المسير نحو الحرية بالرغم من كون ذلك حدثا عن غير قصد كان هذا ثمنا دفعه شباب قدم صدوره عارية لنظام القذافي كنا نحن كرجال امن متخوفين ما بعد الدفن لان يوم الخميس كان بيتم دفن شهداء يوم 16 اللي هما المرحوم من عائلة خنفر والمرحوم الاخر اللي هو من عائلة اليمني وهذه كانوا اول شهداء في ثورة 17 فبراير وفعلا اظهروا بعد الدفن وتواجدوا في وسط المدينة وكانت مظاهرة حقيقة سلمية يعني هذه للتاريخ انها كانت مظاهرة سلمية اول يوم طبعا كان سعاد اليمني هذا اول يوم تهتق بالمخ والنجل والنخاء الشوق وقاعدة المخ للأسابة المرية بالعيد هذا سعاد حمد اليمني بعد هذه الحادثة كان اليوم الذي لن ينساه بني ليبيا اجمعون والذين قرروا ان يمضوا قدما في طريقهم دون ما رجوع في هذا اليوم وصلت الى مطار الابرق طائرات وحافلات حملت قوات عسكرية ذات سلاح مدجج كانت غريبة عليهم فوجيت طبعا يوم الخميس حوالي الساعة اربعة ونص بالظبط تقريبا بتواجد قوات من طرابلس هذه القوات تواجدت بامام مدريت الامن القوات اذهجت جوا عن طريق مطار الابرق نزلت في مطار الابرق وكانت فيها مجموعة من العسكريين حوالي اربعمية تقريبا وكان فيها مجموعة بالزيل المدني حوالي ميتين وتم البعث على رئيس الامر المجموعة وقلنا لنا نحن كرجال امن في البيضة او في الجبل اخفر قادرين على تعامل مع هذه المسيرة وعطيت التعليمات بهذا الشكل على السنة لازم يرجع فقال لي انا تعليماتي ناخد فيها من قيادة مباشرة اليوم 17 فبرايلي اليوم الخميس كنت موجودة العمل ونزلوا واحد عشرين رحلة ويعني تدخل فيهن مرتزقة انا قربت منهم حتى البرد حتى امر واحدة اللي كمسكروع العميد نوري ما خلوش يخترط بهم مرتزقة ما خلوش هو سعد شورم شور الباو ما خلوش يسعد لان فيه مرتزقة ناس لبسين الدعم المركزي يعرفوه الليبي وهي اللبسة كومندوس الزرقع صاحبنا النظام جايبنا فرقة من طرابلس ولا الله من اي دوء من اي مدينة ليبية واننا عساس انهم ناس عسكريين ليبيين نبو نقربو ومن الناس هذول لاني عرفوهم من ما يباش يحكي معاك ويجيك ما يسئول ويقول لك لا انت ما تحكيش معاك تي ماني انا الضابط وفي الشرطة الليبية وليبي خلني يحكي مين شوف منه لابس لبستي ووشة وتعبير وشة وشكل تقاسيم الوجه يدلن انه مش ليبيين المرتزقة رجال جربوا بالمال وحملوا السلاح وهم مدربون عليه جاءوا الى هنا ليوجهوا بنادقهم الى صدور شباب الشعب الليبي دون ما حس فهم ليسوا من ذويهم ولا هم من لونهم ولا من عرقهم وشوف بيوم عينك شيء مثل هذا اذا كنت وطنيا انا متأكد اي واحد عند ضرر من الوطني لا يحتمل هذا المنظر شل من المرتزقة مأجورين يقتلوا فيها ابناء شعبنا نسكت ونتفرج لا نستطيع وطبعا الشباب هم قاومهم اللي بدت منهم شرروا في الثورة كانت الاصابات بالعشرات ولم تستطى سيارات الاسعاف نقل المصابين ملئت المستشفيات الليبية بابناء شعبها وملأت الرصاصات اجساد واعضاء من عارضوا النظام ووقفوا في وجه البنادق فكانت صدورهم مرسا لها في الحالة هذه تم يقعمس في الجلسة العسكرية ركبه ونصه يرمي ما يرميش في الهواء نتمينا نشوف شبابنا يطيحوا شبابنا يهد على الرصاص وهو أعزل حتى العصاة مش في يده حتى حيطة مش في يده وتم كما نقوله بالدارج في الليبي عندنا يطيح فوج ويأتي فوج الفوج الأول يطيح بالإجماع ينزل من الرصاص اللي بعده قدل واللي عيطه يقوله الجنة الجنة الحرية الحرية أنا سيعمر اللي بي نسعدتا يربطه في الرجل بش ميوخرش من الدبابة يوخره من كذا أيامك رسياني والحرب لحظ في الشباب يقوله ما نبوش نديره دوتا اجداد نربط اكراعها تربط اكراعك أنت ميت ميت لكن نجاياك يموت يجيها يجدر مش رابط اكراعا يبيطيح يفرح بعدي شلو المستشفى كانوا يقولون ضربوني ضربوني من تزاقط معمر ضربوني الأبيض يجب معمر وعندما دخل الشباب جوبه برصاص ولم يتراجعوا رغم أنهم يتساقطون حتى من لزم منزله من العائلات لم تسلم جدران منازلهم أولا من طلقات الغدر والخيانة لأبناء البيت الواحد ووصلت العيارات النارية إلى داخل المنازل لتطيح بالدم البريء في عطمة الليل جيت نخب في أخوها حذيفة مع صحيتها هي كانت ماشيت أشرب مشات ورجعت للغرفة فقلت لي وين أخذتها حذيفة قلت لها ماشي منخذك من الغرصة الأخرى يعني أأمل شوية حكات قلت لي ما زالوا يطلقوا هذا قلت لها نعم يعني ما زالوا يطلقوا ما كملتش كلمة نعم إلا الرصاصة كانت يعني يعني جوا راسها وفي الغرفة يعني حسيت غير بس ب دمها ودماخها يعني لط في واجه وسمعت صوت خريرها بس المستشفيات التي احتوت زحاماً من الإصابات أظهرت في تقاريرها الطبية الشرعية شهادات الوفاء والتي كانت كماً بلغ الكثير ونوعاً من القتل العصير حيث كان الضرب في المقتل على أيدي المرتزقة وطلقاتهم لم يبدأوا بالرصاص المطاطي مثلاً ولم أيضاً لم يبدأوا بما يعرف بخراطيم المياه كما نشاهد في المظاهرات السلمية ولكن بدأوا بإطلاق الرصاص الحي والمباشر وكانت هذه الرصاصات عندما سقط الشهداء نجدها إما في الرأس وإما في جهة الصدر أو القلب وهذا هذا الأمر موثق بموجب تقارير صادرة عن نيابة البيضاء وبتقارير من الطبيب الشرعي يثبت مكان الرصاصة لم يطق أبناء الشعب الواحد أن يشهدوا إراقة دماء أبنائهم وإخوانهم بنيران غير صديقة فخلع رجال الأمن الأحرار زيهم وانضموا إلى حشود المتظاهرين ليذودوا عن بلدهم وليتذوقوا طعم الحرية بأنفسهم أسمعت صوت كثيف للنيران صوت غير محتاد في الجبل الأخضر كثافة نرية عالية وكأنك في ساحة معركة فجاني عقيد يدعى دريس الجالي وكان هو آمر مجموعة النجدة تابعا لمدر الأمن وأبلغني أن هناك كارثة تحصل في ساحة تحرير فنزلت أنا معه وكان معنا مجموعة أخرى لتقصي ما يجري بالضبط واتضح أن هم يتعاملون بذخيرة حية وليس ذخيرة مطاطية كما كانوا يدعونا سابقا تضح أن في ربع ساعة ذي كان الوفاء أكثر من 13 شهيد أكثر من 70 جريح تم إعطاها للسحاب فورا مرة ثانية رفضا في الحال هذه ذهابت للمكتب وجيت للمكتب وعممت على الأسكي الجميع بوابات التمركزات اللي يتبعني هنا تمركزات الأمنية منطقة شرقية كلها بغازة يمساعد وطلابت منهم جامع استلاح وإخلاقة من التمركزات وفرقت العسكرية بالإجماع وطلابت من الضباطي في اجتماع خاص أني منضم لثورة 17 فبراير بعد هذا التكاتف بين أبناء الشعب الليبي أفراد قوات الأمن الذين انشقوا وانضموا بدأت مرحلة التنسيق لجمع المزيد من المنضمين إلى الثوار حتى تداعت الأمور ووصلت إلى أن ينضم الضباط والأفراد ليشكلوا وجهة جديدة لم يسلكوها من قبل أنني قد تخليتوا عن جميع ملاصمي اللي بينضموا معي الثورة 17 فبراير أنا المشهد اللي شفات عيني موش هنقدر نسكت خذوا الهلي واخوتي وجيريني وانسابتي موش هنقدر نقعد لانان نتفرج عليهم اللي بينكتل مع مرتزق من دلعنا منين جيني مع أخوتي يوناسي ضلابت منضباط الاجتمع خاص وكنت جاري وهم عارفين الشيء كلام هذا كويس أني أنا منضم الثورة 17 اللي بينضم معي الثورة 17 فبراير مرحبوا بيه ونشكلوا فصيل ونخشوا مع بعضنا الحرب امتحلنا هين حرب وطننا حرب ليبيا بدأ زحف الجميع لمواجهة المرتزقة الذين أسقطوا كثيرا من دماء أبناء البلد ويا لهذه الشجاعة التي أبداها الشباب موقفهم هذا حتى ما عليهم أن يمضوا في طريقهم إلى حيث لا عودة فإما أن يتقدموا وينتصروا وإما أن يعودوا إلى الوراء ويقتلوا واختاروا المضي قدما في أمرهم كمدير آمن كان مهمتي أننا ننهي هذه المظاهرة والتعاون معها سلميا ولكن لما شفت القاتل كان أمامي قلت لك زي ما قلت لك في السابق خيارين ينكون أما الظلم ينكون أما شعبي ولذلك انضميت للشعب وانا لي فتحت مخازن السلاح وانا لي صرفت السلاح ولذلك انقلبت الثورة إلى ثورة مسلح تقهقرت قوات المرتزقة إلى هنا إلى مطار الأبرق حيث كانت قد وصلت إلي قوات المرتزقة في بادئ الأمر فأعادهم الثوار إلى وكرهم الذي خرجوا منه واحتدم القتال وبلغ أشده وبرغم الفارق العسكري في الآلة العسكرية ما بين ثائر وجندي بعتاده الثقيل إلا أن ذلك لم يؤثر في عزيمة الثوار الثوار تم تسليحهم بعد ما خذوا السلاح من من مدرية الأمن وتم هجوم الثوار على مقر كتيبة اللي هي فقرة في شحات وانضم كل أفراد باشتارف الإجماع هذه واحدة من الوحدات الأمنية انضم كل أفراد كتيبة الأمن إلى الشعب وقاموا بتسليم السلاحهم ودخلوا إلى المخازن وأخذوا الأسلحة الأسلحة ما هي دبابات تي خمس وخمسين عندنا أكثر من ثلاث ألاف دبابة في المنطقة الشرقية غير صالحة الاستعمال تي ثلاث وخمسين وهذه دبابات تم شراءها من الاتحاد السوفيتي سنة سبعين عربات بيم بي منتاهية صلاحية وعندنا منها الآلاف ولكن غير صالح مدفعية ثلاث وعشرين ملي ليمن ميمطة أو 14.5 ملي ميمطة هذه تم استعمالها من قبل الثوار لتركيبها على السيارات تنادت كل المناطق المحيطة بالمطار عندما عرفوا أن كل الشر وأدوات القتل تأتي إليهم من هذا المطار مما زاد من شدة احتدام المعركة وجود كتيبة حسين الجوافي بجانب المطار وهذه الكتيبة كانت من الكتائب التي اشتهرت بنوعية السلاح الذي كانت تستخدمه ونوعية التدريبات التي كان يتلقاها أفرادها مما زاد من صعوبة الابتحام وأسال كثيرا من الدماء ولكن الكوار واصلوا تقدمهم وانتصروا في معركة المطار النظام هذا لم يكن يثق في الشرق بصفة يعني في الليبين عامة ولكن الشرق بصفة خاصة وذاك تقدر تقول تم سحب جميع الأسلحة الصالحة للاستعمال إلى مناطق آمنة في سيرت وفي سبحة وترك أسلحة نقدر نقول خردة وتم تشكيل كتيبتين في الثلاث كتائب في المنطقة الشرقية اللي هي كتائب وحدات أمنية تتبع الأمن المباشرة يعني تتبع القيادة أو تتبع معمار قذاف مباشرة اللي هي كتبت الفضيل بعمار في بنغازي وكتبت حسين جوي في البيضة وكتبت عمار مقتار في طبرق وهذا نتيجة أنه فتت الجيش الليبي واحتمت على هذه الكتائب وبدليل أن الآن أكثر من هذه الكتائب الأربع أو الخمس كتائب هذه كتبت فلان وهذه كتبت علان ما عندناش جيش منظم يحتمد عليه نتيجة أنه فتت من أفكاره وراه وأنه الجيش ينقلب عليه وأنه 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 ويتوقع أن يصير لا ينقلب عليه زي زي ما هو جاء على الدبابة لهذا الحكم نحنا دخلنا مع الثوار من أول يوم من يوم 17 فبراير ويوم الجمعة بدل معارك هنا في المطار الجمعة وعندنا في البداية ما كناش عارفين ما نش متوقعين الشي هذا يصير منه اللي جواه عسكرية اللي بينا نحنا اللي حقناه في البداية ليس خطر علينا الخبر هذا السيس الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى البيضة من المرتزقة والتي تراجعت إلى أرض المطار واحتمت بكتيبة حسين الجوافي أصبحت تشكل أثراً ربما أراد نظام القذافي وعساكره محوه من الواقع فمن قتل منهم كان قد قتل على أيدي الثوار وهناك من تم ترحيله بالطائرات على عجل من على هذا المدرج وأخرون تم قصفهم بطائرات القذافي ليمحى وجودهم هذا البهو كان متواجد به عدد كبير من المرتزقة هو كان في الأصل بهو للضباط لهذا المعسكر فتم أخلاءهم منه ووضع به المرتزقة فعند الظنون معمر القذافي بأنه تم محاصرة المطار من الثوار قاموا بقصفه بحيث لا يتم أثر أي أحد من مرتزقته ليثبتوا للعالم أن هناك مرتزقة صحيح في ليبيا تم قصفه بالطائران بالكامل وتدميره على هذا الشكل المطار جوه 1200 واحد أول يوم بعدين شلوا منهم هم مجموعة أقعدوا 450 واحد لكن مقدرش يشيلهم كلهم لأنه فيه ضرب من الثوار من بره وني مقدرش يشيلهم كلهم يشيل العدد الذي يشيله حوال 750 ثمانمين والباكة 450 كأدوانية بعث انتقالنا لمعركة المطار ودخلنا المطار وجاء طيارة تبي تاخذ المرتزقة من المطار ما تبي يعني توا كي الكتاب اللي يجب اللي يقول أنا عندنا حتى البشرة الصمرة راه مخوت كم منسبها معمر يقول فيها في إذاعات توا أنا بنرد عليه سؤالنا نقول ليش الطيارة اللي جات للمطار خضعت من المجموعة من المرتزقة ما باش تركب الليبيين انت لو كانت بالليبيين وتقول خوتك صاح اللي جايفهم لكن كنت تاخذي في المطار كله لكن تبقى تاخذ في المرتزقة باش انت ما توريش باش نحنا ما نزكوش عزير باش يطلع في الداع نفسه وانثبته عليه انه مالي ولا نجيري ولا تشادي ولا كذا أما من لم تزهق أرواحهم من المرتزقة فقد تم إلقاء القبض عليهم وعتبروا أسرى بل واستخدمهم الثوار وعرضوهم على العالم أجمع عبر الصحافة والتلفاز ليشهد الكل على من أحضرهم القذافي لقتل أبناء بلده وكان المفترق الذي أبعد الشعب عن حاكمه نحن طبعا مجرد ما تم القبض عليهم تم إحالة المرتزقة منهم إلى مدينة بنغازي للأخوة في المجلس الوطني أما بالنسبة للليبيين تم تسليمهم إلى ذويهم بالكامل ومن أهم غنائم هذه المعركة والتي كان لها الأثر الكبير في تحويل الدفة إلى وجهة النصر للثوار الاستيلاء على مخازن الأسلحة للكتيبة فانقلب السحر على الساحر السلاح الذي جلب لقمع الثوار هو السلاح ذاته الذي أشهره الثوار ليذودوا عن أنفسهم فجعلت تحموا معهم رجال الأمن وأبلوا بلا حسن مكن الشعب العظيم الشعب البيض العظيم من دخول إلى ثكنة عسكرية بعد مقاومة عنيفة واستولوا منهم على بعض الأسلحة وتمت المعركة في هذه الثكنة العسكرية بمسمة كتيبة حسين الجويفي وهي من الكتائب النظام المعدودة في ليبيا مسلحة بس لحديثة وتدريبهم راقي تدريبهم جيد معاملتهم تختلف عن معاملت باقي جيش الليبي الآخر كأنك ترمي حجراً في بركة ماء انتشرت الانتفاضة لتصل المدن المجاورة ففزت مدينة شحات في الجبل الأخضر لتساند شقيقتها مدينة البيضة بل تعلمت الدروس الأولى للثورة منها فاختارت مهاجمة الكتيبة التي وجدت فيها واقتحموا أبوابها واستولوا على سلاحها بعدما دمروها عن بكرة أبيها دخلنا كتيبة شحات البواب الرئيسية كانوا محصنين كوي يصير مفين من بعيد وسلاحهم للمدى امتاعها أكثر من سلاحنا فجابوا شباب شحات كشيك وجوا من خلف الكتيبة وطيحوا الصور وداروا فيه ثغارات مع جميع الجهات مش قدروا الثوار كيف يخشروا الكتيبة خشوا مع جميع الجهات انحصروا هم في مبنى واحد حصرناها من درجة لنا قدرنا منهم مجموعة كبيرة ومجموعة الأخرى سلمت مخازن الأسلحة في البيضة وفي شحات والتي احتوتها الكتائب هي ذاتها التي وفرت السلاح الذي زود به الثوار إخوانهم في المدن الأخرى حتى بنغازي فاشتد عود الثوار فيها وقويت زنودهم وثقل ميزان قوتهم مما حثهم أيضاً على متابعة المسير قدماً فيما اختاروا كتبت بنغازي وقعدوا يتوصوا بنا جماعة بنغازي شباب بنغازي ويطور بنغازي ويقولوا كتيبة ما ضحش وضحوا مننا لنس واجدة لبيين واجدة وقعدوا يهدوا بزدورهم على رشاش على أغراض عامة على 14.5 مضاد للطيران ومعمر دلراء مضاد للسدور الليبيين مدراش للطيران قاعدوا يرش في شباب بنغازي بقى أغراض عامة وبيه 14.5 يعني أصغر سلاح نذكرة أطناش ونص لير موبيش معمر مصدق معمر ريف كتيبة بنغازي كثرة الرماية وكثرة الموت وكثرة الشهداء عبينا لهم في أول مجموعة ممكن كانتر وثلاث سيارات والله أربع سيارات ضعوا من هنا بسلاح والبيضة أول دفعت سلاح دخلت مدينة بنغازي دخلت من مدينة البيضة بعد حتى اللينا كتيبة ومعسكر اللي هو اللي نقولولا نحنا تجيش وتوالت الكتائب في السقوط الواحدات والأخرى ومن مدينة إلى مدينة فنيران الثوار أصبحت تسير في كتائب القذافي كالنار في الهشيم تحرق ولا تذر وكتيبة الفضيل في مدينة بنغازي احترقت وسادها لون السواد وشعاع نور التحرير طالها من أبوابها ونوافذها كتيبة بنغازي محصنة وأكبر كتيبة في المنطقة الشرقية وقوة العسكرية وعاتتها لدى العسكري كان ضخم جدا بعض من الثوار المسلحين التحموا بمدينة بنغازي ونؤكد لك أن مشاركه ومشاركة فعالة في اقتحام كتيبة الفضيل بعمر في مدينة نغازي هنا بدأت المدن الليبية تأخذ طابع مدن الثوار وأخذت ترسم كيانها بذاتها اتضحت معالم بنائها ورسمت شريان حياتها وأخذت تشكل نواة الدولة في رحم الوطن الأم فتشارك الجميع في نسج المجتمع الذي لطالما أرادوه بهذا الشكل حتى يتدبروا أمرهم المجلس يتكون من عشرين عضو مقسمين طبعا إلى خمس لجان كل لجنة اختصاص على سبيل المثال لجنة إدارة الأزمة اللجنة الأمنية واللجنة الاجتماعية والقانونية واللجنة المالية واللجنة الإعلامية الأفراد كونوا اللجان وشكلوا الأمن الذاتي وكان دور رجال الأمن السابقين بعد تسليحهم دور الحارس على المصلحة العامة فهم ذو الخبرة في أمر الأمن لم يخلوا الساحة الأمنية ولم يتركوا الشوارع لتدب فيها الفوضى بل تنظمت الأمور على نحو سريع نحن بعد تحرط شعبية الجبل الأخضر بكامل وتحرط طبرك وتحرط بنغازي رأينا يجب أن يرجع كل شيء لنصابه ورأينا أنه ضرورة رجوع الأمن حتى يستأمن الطفل في بيتها ويستأمن الشيخ الكبير والنساء والعزائز في بيوتها تم تأمين مدينة الجبل الأخضر بالكامل فالأمن مستقر وعلي ديكم ونشوف فيه وسيرت الشرطة كلنا رجع للعمل جميع الأجهزة الأمنية رجعت للعمل وحاليا العمل الحمد لله كشعبية الجبل الأخضر الأمن فيها مستتب والحمد لله نجاح الثوار في تحرير مدن الجبل الأخضر ومدينة بنغازي والمدن الأخرى التي ما زال القتال فيها يميل إلى كفة الثوار ما هو إلا دليل على أن الثوار لا يسعون إلى تقسيم بلادهم إلى دويلات من مدن أو أقاليم بل هم يدافعون عن بلدهم من بحره إلى بره هي عاصمتنا بنغازي فيما يتعلق بالمنطقة الشرقية التي كانت تسمى برقة وحاليا برقة عاصمتنا هي بنغازي في الأول وحاليا وعاصمة ليبيا بهذه المعركة القائمة حاليا اللي يحولونا للحرب فبإذن الله عاصمتنا طرابلس إلى الأبد كنا قلنا لا اخلاص احنا خذينا الشرق بتاعنا بما تمتاز به الشرق مدن الشرق من سياحة من بيترو من طبيعة من كل شيء وكنا احنا ارتحنا ولكن الشعب الليبي مصمم أن يكون عاصمة طرابلس الموقف العالمي والذي اتضح في الشارع الليبي بدى جليا للعيان من خلال المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الشاطئ الليبي من سفن طبية وسفن إغاثة وتموين لتدعم الثوار والمحتاجين وليجدوا يد العون تداوي جرحاهم وتقدم لهم قوت أبنائهم وقف معنا أشقائنا من جمهورة مصر العربية وزودونا بالمواد الغذائية وتم استلام هذه المواد عن طريق لجان الإغاثة وتسليمها عن طريق الجمعيات الخيرية للمستحقين لها حتى لا تكون هناك أزمة من ناحية الإغاثة لم يقف العالم مكتوف الأيدي فتقدمت قوات حلف النيتو للمساعدة في أرض المعركة ففرضت الحظر الجوي على قوات القذافي وقصفت طائرات الحلف مواقع قوات القذافي على أرضها وأصابت النظام العسكري والسياسي بالشلم ولقيت الترحاب من الثوار كبيرا وصغيرا الناتو كانت ضرباتها في البداية ضربات موجعة وتم تدمير كثير من الأسلحة لولها حتكون أكبر مزرة في التاريخ في ليبيا ولذلك الثورة يعني عبارة لو ما نسلح تهوها حتزيد الأمة حيتأخر الوقت فقط لا أنكر مساعدتهم مساعدونا فعلا كانوا لهم فضل الله سبحانه وتعالى في إنقاذ بنغازي في لاحظة السفر كان على مشارف بنغازي داخل بنغازي إلا كيلو متر من بنغازي وضرب بنغازي بالرجمات والصواريخ والمتاعية الرأي العالمي كانت مرآته التظاهرات المؤيدة للثوار ومن هنا بدأت نواة أهمية الكلمة فوعى الثوار ذلك صبوا كلماتهم لتكون سلاحهم الثاني في وجه القذافي وعرف الثوار أهمية إيصال الكلمة المكتوبة صحافيا إلى العالم بل وأوصلوا صوتهم بإذاعة عبر الأثير لتكون من برهم في حرب الكلام ملأوا السماء بأصداء صوتهم المنادي للحرية وأنشأوا مركزاً إعلامياً خاصاً بهم قلنا نبدأ ونسلموا دور الإعلام لأن الحرب تأخذها حرب الشقي حرب بالرصاص وحرب بالكلمة وحرب الكلمة أصعب من الرصاص الرصاص تعرف عدوه كوي لكن الكلمة ما تعرفش عدوه كوي عدتنا وبدأنا أول عدد يوم 23 أثنين واخترنا فيها مجلة اسمها مجلة شهداء الجبل تحدث ما يحكي في واقع الذي حدث في الحدث وهي ثورة 17 شبراير شائعات أصدرها القذافي بانقسام الشارع الليبي بين أمين ومخرب فالتفت لذلك الثوار وحافظوا على رباطة جأشهم لم يخل الأمر من بعض المجرمين الذين تواجدوا هنا وهناك ولكن اللجان الأمنية ألقت القبض عليهم أشاروا إليهم بالبنان حتى يأمن بن البلد نحن شباب من شباب 17 شبراير مكلفين نحموا الأرواح ومدلكات العامة والخاصة مساكنا كثير من القضايا حرب القذافي على الثوار قذفتهم بكل الطرق اتهم الثوار بأنهم من رجالات القاعدة ربما لحاهم الطويلة واتجاههم إلى ربهم في هذه الظروف هما ما استشهد عليهم القذافي به ليكونوا من القاعدة ولكن في البداية اتهمنا في بداية ثورة 17 شبراير اتهمنا أننا نتعاطوا المخدرات ونتعاطوا الأحبوب ونسكروا وجايين نحن سكارا ونحن كذا وبعتها اتهمتنا بتنظيم القاعدة كيف يركب هذا؟ هل يركب الكفر مع السلم على الإسلام؟ هل نقدر نخاوي بين الشخص السلفي والله حتى السلفي الصالح؟ نقدر نحطه مع واحد تعاطى مخدرات؟ سيرفض دغري كما تحط السلب والموجب يحضر بعضا موجب في موجب ما يركبش حتى السلب موجب يركبا كان ممكن جيد تقول لي يا يخذه في أحبوب كلهم وخليتها كيام عمر على الكلمة هذه ممكن صدقك العالم لو كان أنت ما قلتاش وخليت أنهم كلهم تنظيم قاعدة ممكن صدقك العالم لكن بداية اتهمني بخمرة وسكير وحبوب وكذا أما بما يصفنا به القدافي بالقاعدة هذه ورقة يلعب بها القدافي مع الغرب نحن لسنا قاعدة نحن 17 فبراير هذا الآن مرض مزمن لهذا السفاح الآن اسماه عقدة 17 فبراير القدافي الآن يعاني من رجال 17 فبراير ما يحدث على الساحة الليبية من حراك استقطب الجسد السياسي بكل أطيافه فرجالات الدولة السابقون والتيارات السياسية المعارضة لقيت حضنا دافئا من جديد هنا وأخذت تبرز في الشارع الليبي لتثبت دورا لها حرمت منه المعارضة من قبل ما يسموننا نحن يعني بأسماء كانوا يسموننا نحن بالكلاب الضالة المعارضة في الخارج وبعدها سموا شباب ليبيا أخوان المسلمين أخوان المسلمين وسموا شباب ليبيا الآن هذه الثورة المجيدة هذه الثورة العظيمة التي قاموا بها رجال ليبيا يسمونهم بحبوب الهلوسة فالقدافي هذا المجرم ليس له إلا الأسماء والنعوت لأن كان الليبي المشكلة متاعها الليبيانايل لما يكون معارض ما يتعاقبش هو بس تتعاقب كل أفراد عيلتها منذ عهد شيخ الثوار عمر المختار لم تخلوا ليبيا من الرجال الأحرار الذين أقاموا ثورات عدة منذ الثورة الأولى ضد المستعمر لم تكن ليبيا عقيمة من إنجاب الرجال فهي أم الثائرين وحتى بعد تولي القذافي للحكم في ثورة قادها هو الآخر تولدت ثورات أخرى كان مصيرها القمع بالقوة وبدأ السجون تمتلئ بالمعارضين وبدأت الجامعات تمتلئ بالمعارضين وبدأت أيضا الساحات الخارجية خارج ليبيا من الذين هاجروا خوفا من القمع إلى خارج ليبيا وكونوا تنظيمات معارضة لهذا النظام وأصبح صوتهم مسموع في معظم أنحاء العالم فبدأ يقمع في هذه المحاولات أو هذه المعارضة حتى خارج ليبيا بالاغتيالات والتصفية في دول أخرى ليبيا ليش عقيمة ليبيا ليبيا من السبعين عندما اكتشف في باطل الجيش الليبي أن هناك اختلاف للثورة زمان فرحوا الناس بثورة 69 وفرحوا بيها وكانوا لها مؤيدين هناك من المؤيدين للثورة هذه وفرحنا بيها ولكن اكتشفنا أن الثورة بدأت تاخذ مصار آخر وليس للمصار اللي هو لكل الثورات ولذلك في ليبيا قاماً أكثر من ثلاثين محاولة انقلابية أو محاولة الثورة من مستوى الضباط الجيش فقط الشعب الليبي الشعب الشجاع والشعب السبعينات له هو يعمل ثورات طبعاً فيها عدة ثورات حصلت في عام السبعين من رفاق المتاوم موسى أحمد الحاسي والحواز رحمه الله وثورة المحيشي الخمسة السبعين واللواء عمر الحرير اللي موجودة الآن وعدة ثورات حصلتين حركة الأربعة وثمانين الناس اللي يجيين من الخارج طبعاً المرحومة أحمد الحواس رحمه الله جبل وطنية انقلاب ليبيا فكانت فيها محاولات كثيرة ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكللها بالنجاح لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى فالشعب الليبي لم يقصر في هذا الاتجاه الشعب الليبي ما انتضرش نحن سنة أربعة وثمانين تمت أكبر عملية داخل ليبيا بما يسمى باب العزيزية وراحوا ضحيتها كثير من رجال ليبيا يعني عدموا في الشوارع وعدموا في الميادين وهذه العملية الأولى باب العزيزية رجال الجبهة الوطنية لينقاذ ليبيا وكذلك تلاتة وتسعين رجال الجبهة الوطنية لينقاذ ليبيا وغير هذا كله كان من بداية التورة كانوا رجال ضباط منهم عمر المحيشي رحمة الله عليه حواز رحمة الله عليه موسى أحمد رحمة الله عليه هؤلاء الرجال دائما ليبيا سباقة في الثورات المعارضة الليبية كانت نهاياتها السجون حالها فوق سطح الأرض لم يكن أفضل بكثيرا من تلك السجون تحته زنزاناتها ملئت بمعارضين قضوا فيها سنوات لتهم أسندت إليهم آخرون قضوا سنوات عدة بتهم لم تسند إليهم حتى فاحتوت السجون أعدادا كبيرة من الشعب وأحزابه احتقال بسبب دواعي التحرك الإسلامي في تلك الفترة فكنا شباب نشط في جامعة غير يونس وكنا نقوم بالشعائل الإسلامية ونظهر الوضع الإسلامي سواء كان بالشكل الخارجي أو كان بالمحتقيات في المساجد ونرق الخطب والدروس ونوضح للناس كيفية الصح وما هو سائل به النظام في تلك الفترة وكنا في بداية الأمر لم نقمع ولكن لم تطل تلك الفترة حتى بدأ القمع من قبل قوات الأمن الداخلي بل وطبق القذافي في سجونه كل سبل التعذيب وخرق أغلب حقوق الإنسان من سوء المأوى والمعاملة والنظافة وشاب الغموض كل ما كان يحدث داخل جدران السجون لكن لم يعد خافيا على العالم أن مجازر جماعية ارتكبت داخلها بالنسبة للسجن بسليم لما دخلت لجنة حقوق إنسان في الألفية والقصة يعني وصلت في العالم كلها يعني سجناء مزجونين من الـ 94 ومصيرهم مشهول وممنوع عنهم الزيارة وصار انفجار حتى في السجن الدرجة إنهم داروا حتى رائحة كريهة في المنطقة اللي هم فيها وجدت لجنة حقوق الإنسان وأثبتت إن الناس هضوم وموتى وصار تكتم إعلامي من معمر القذافي على القصة وحاول إنه يرشي حتى هلهم بفلوس وفيه ناس ما خذوش الفلوس يعني جرائم القذافي يعني لا تعد ولا تحصى عمليات الموت بشكل كثير فكان يمرض الشاب فعندما نخاطبهم هل لهذا الشاب علاج فليأتي له علاج ويقولون عندما يموت أطرق الباب لكي نأخذه ففي الغرفة التي كنت أقيم فيها أنا فغسلت أنا بيدي ثلاث شباب أخذوا منهم مية وعشرين شاب على أساس أنهم يلبيون إليهم المطالب وفي الثاني يوم دخلوا على باقي الشباب وأعدموا منهم ألف ومئتين وسبعون شابا وكانوا بتاريخ تسعة وعشرين ستة ألف وتسعمية وستة وتسعين غنى الدولة الليبية بمواردها العديدة وموقعها الجغرافي المميز وتعداد سكانها الذي لا يتعد ستة ملايين نسمة وإنتاجها النفطي الذي يزود العالم أجمع بنسبة تتجاوز الاثنين بالمئة من إجمالي النفط العالمي لم يكن بمردود كاف للشعب فكانت نسبة البطالة قد تجاوزت ثلاثين بالمئة وكان سوء قطاعات التربية والتعليم والصحة والبنية التحتية واضحا للجميع ليبيا عدد سكانها خمسة مليون أو ستة مليون قريب ستة مليون يصل نسبة البطالة فيها ثلاثين بالمئة أمر لا يصدق ثرواتها ثروات مبيعاتها من النفط لا تقل عن يعني مليون ونص برميل في اليوم أمر لا يصدق أن تكون هذه حالهم من الجوع من الفقر من الأمراض والمشاكل الصحية من المشاكل التعليمية من المشاكل في السجون من إعدام الحريات من إعدام الصحافة الحرة كل هذه كانت أسباب لقيام ثورة الشباب في 17 فبراير أما قصور النظام فكانت عبارة عن جنة الله على الأرض اعتلت لتسيطر على قمم أجمل بقاع الأراضي بل وكثرت القصور لأبناء القذافي وأنسبائه وخاشيته وتعددت لاستخدامات كثيرة وهذه الأطلال هي ما بقي منها ليشهد بأن أهل هذا البلد حرمت من قبل على أقدامهم أن تطأها وها هم اليوم يزورونها بعدما أضرموا النيران فيها كنا تقدر تجيه هنا من قبل وتقدر تدهور وتنظر الدول حتى الحلم ما حلمت بيه من قبل حتى الحلم ما تقدرته باهي مورين شباب مورين كنا قلنا مزاب ما شفنا شيء هذا يعني واحد من المئة هذا أحد القصور مشكلة هنا يعني شوف في الملكة هذين مع منشفني أنا خاطم على قد نفس المزارع هذين عن تخطيم بس هذا هو أخذ بلد بحالة يعني وطن بحالة إن شاء الله نتمنوها في العزيزية نتفرجها على عزيزيك القصور التي استولى عليها الثوار بقيت خالية من كل شيء حتى الحيوانات التي كانت تملأ حظائرها هامت في الجبال المجاورة طيورها الحرة حلقت من جديد في سماء ليبيا الحرة أما ما بلغ الخيال فهو مقتنيات وجدت داخل قصور القذافي تؤكد إيمانه المطلق بالسحر والشعوذة توجد في بيته هذه الأشياء المرفوضة رفضا باتا في الدين الإسلامي داخل بيته وداخل أحد الغرف النوم الخاصة به فهذا يدل على شيء إنما يدل على أن هذا الساحر وليس الرئيس قد صحر الشعب الليبي وصحر شباب الليبيين بأن لا يتمكنوا من الوصول إليه أو خلعه من على هذا الكرسي الذي تثبث عليه أو تشبث به لمدة 42 سنة هذا الخراب الذي دب في البيوت الليبية وما خل بالشعب من الضهاد على مر 42 عاماً من الحكم بالنار والحديد وهذه الأسر التي هجرت من بيوتها وطردت من أراضيها والمستشفيات التي امتلأت بمن احتضنت صدورهم طلقات القذافي جرائم لابد أن يدفع ثمنها مرتكبوها كل الليبيين اللي نطمحوا له هو نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتم القبض على هذا الملازم المجرم الذي نكل برجال ليبيا وضيع مقدرات شعبنا نتمنى أن لا يموت أو أن لا يهرب خارج ليبيا نتمنى أن يقبض عليه حتى يحاكم محاكمة عادلة المشروع الاستقلالي للثوار وما تشهده ربوع ليبيا يبدو واضح المعالم فهناك أجهزة أمنية ومجالس محلية للمدن والقرى ومجلس وطني انتقالي يدير الحكم في البلاد ويقود هذا المركب السياسي إلى أن يكتمل النصاب برسم واقع ديمقراطي ديمقراطي انتخابي ودستوري يشارك فيه الشعب أجمع المجلس الانتقالي هذا مرحلة موقتها انتقالية ليست حينها ويشكل حكومة انتقالية في نفس الوقت حال وجودة ولكن بعد السقوط الطاغي إن شاء الله أكيد سيؤسس العهد الجديد عن طريق انتخابات حرة عن طريق الأمم التحدة لازم موجود أمم التحدة تشرف على الرؤية السياسية الجديدة الليبي وماذا يريد الشعب الليبي ليبيا في المستقبل وإن شاء الله بإذن الله المستقبل قادم بنصر شباب 17 فبراير إن شاء الله سيكون ليبيا لها وضع ثاني سيكون فيها أحزاب سيكون ديمقراطية لا ليسماع الصوت الواحد مثل ما كان الشعب الليبي يسمع في صوت هذا المجرم لا لي نتمنى أن كل رجال ليبيا ونساء ليبيا يشاركوا في نهضة ليبيا يشاركوا في حكم ليبيا ما تزال الأراضي تشتعل في صراع قد يطول وما تزال السماء ترجو أملاً من ثورة بيضاء صافية غير الشهادة أو نصر ما يكفيني يمي ترابل وتنعيش فيا يمي ترابل وتنعيش فيا فينا بدي حتى خطوطي داية ترجمة نانسي قنقر